كوكب الأرض على وشك الانهيار والضمار والخراب وانقراض البشرية السبب طبعا تغيرات المناخ ووصول المسألة إلى كرسب كل ما تعنيه الكلمة من معنى كما ذكر وحذر العلماء طوال السنوات الماضية درجة الحرارة في كوكب الأرض بدأت في الارتفاع بشكل كبير جدا النتيجة هيكون هناك غرق لأجزاء كبيرة جدا من الأراضي والدول المطلة على البحار والمحيطات ليس هذا فحسب ولكن بسبب ارتفاع درجة الحرارة كل المزروعات هتنتهي هتتخرب هيحدث خلل في التوازن البيئي بسبب وفاة ملايين من الأنواع من الكائنات الحية النتيجة أن كوكب الأرض هيكون كله خراب والكوكب الأرض كل البشر الموجودين فيه هيكونوا على وشك الانقراض تماما الوحل الوحيد والوسيلة الوحيدة التي سوف تنقذ البشرية هي شبه جزيرة سيناء شبه جزيرة سيناء من الممكن أن تتحول إلى سفينة نوح جديدة لإنقاذ كوكب الأرض كله إزاي؟ دراسات أبحاث أجريت خلال السنوات الماضية وأكدت أن شبه جزيرة سيناء في قلب جمهورية مصر العربية هي مكمن الإنقاذ للبشرية هلونا نعرف التفاصيل خلال الحلقة ديت لكن قبلها شير لايك للفيديو ده وكومنتك الجميل أنا أحمد عبدالله وإنت من حق التعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم تيس فان دير هوفين دع مهندس هيدروليكا هولندي شغال في شركة شركة التجريف البلجيكية ديمي اشتغل في مشاريع عديدة بما في ذلك بناء جزر إصطناعية في دبي سنة 2016 تغير مصار حياته المهنية لما انخرط في مشروع لمساعدة الحكومة المصرية على استعادة أعداد الأسماك المتقلصة في بحيرة البردويل بحيرة البردويل عبارة عن بحيرة ملحة تقع في شمال سيناء وبيفصلها عن البحر الأبيض المتوسط شريط رملي طيق كان عمقها في السابق أكتر من مئة قدم لكنها الآن أقل من عشر أقدام في بعض الأجزاء فضلا عن كونها ساخنة ومالحة في غضون أسابيع أليلة جدا وضع فان درهوفن خطة لفتح البحيرة من خلال إنشاء مداخل المد والجزر وتجريف الوديان المدية لتدفق المزيد من مياه البحر من خلالها مما يجعلها أعمق وأبرض وأقل ملوحة وأكتر امتلاق بالحياة البحرية يعني الراجل توصل إلى خطة عمل بحيث أن هو عمل لها وديان الوديان دي تخلت المياه تتدفق لقلب البحيرة النتيجة جعلها أعمق وأبرض وأقل ملوحة خلال الشغل بتاعه ده عمل أبحاث ودراسات في قلب سيناء وبفحص التدريس في برنامج جوجل إيرث رأى مخطط شبكة من الأنهار الجافة الآن بتتقاطع في سيناء مثل الأوعية الدموية ده أشاف له أن الأرض دي كانت خضراء ذات يوم فبدأ في دراسة نمازج الطقس والدراسات البيئية وبدأ يشوف النتائج وناء على المشاهدات والدراسات اللي عملها ورصدوا للبيئة في قلب سيناء اعتبر أن شبه جزيرة سيناء أحد الأماكن اللي يمكنها إنقاذ كوكب الأرض كله والمساعدة في خفض درجة حرارة كوكب الأرض كله وده ممكن يتم في حالة أعادة شبه جزيرة سيناء إلى سابق عهدها بحيث تكون عامرة بالحياة البرية والخضرة وقال إن سيناء كانت تعج بالحياة منذ ألاف السنين لكن سنوات من الزراع والأنشطة البشرية الأخرى حولتها إلى صحراء قاحلة وقال فاندر هوفن فإنه يستطيع إعادة سيناء إلى الحياة وقال إن الحل ده لمجموعة من المشاكل العالمية الضخمة الحل ده هيكون حل لمجموعة من المشاكل العالمية الضخمة هيوقف ارتفاع درجة الحرارة هيحول منطقة ضخمة جدا لكتلة من الخضرة بحيث أن هي تبث الأكسوجين بتاعها وقال لمحطة السيناء بناء على الدراسات اللي أجراها طوال السنوات اللي فاتت البشر بيدمروا كوكب الأرض بطريقة مخيفة والحل الوحيد هنا هو سيناء وقال إن الأمر هيستغرق من خمسة إلى سبع أعوام لإعادة إحياء البحيرة بالكامل ثم من عشرين لاربعين سنة لإعادة التشجير على نطاق أوسع في كل شب جزيرة سيناء يعني بالمختصر المفيد الراجل بحث التربة والتدريس بتاعة سيناء ثبت بالدليل القاطع أن دية كانت كتلة خضراء في لحظة من اللحظات يقدر يرجحها زي ما كانت في حالة عودة سيناء لما كانت عليه قبل آلاف السنين في الحالة دية المنطقة دية هتعمل نوع من التوازن في قلب كوكب الأرض النتيجة هتنقذ البشرية كلها هتخفض درجة الحرارة هتقدل الكون كله الكرة الأرضية كلها بعدما تخفض درجة الحرارة التوازن البيئة هيرجع زي ما كان طيب هالمصر هتقدر على كده طبعا مصر الوحدة ما ينفعش يعني مصر هي اللي هتشتغل لحساب البشرية كلها ما ان شاء الله عنهم ما تم إنقاذها وانا هجيب منين يبقى المفترض جدلا أن مثل هذه الأبحاث والدراسات تستغل على أفضل ما يكون بحيث أن ماهي والمانع أن الحكومة المصرية تتبنى مثل هذه الدراسة وتطرحها لدى الدول الكبرى الدول الكبرى اللي خربت وضمرت كوكب الأرض هي اللي رفعت درجة حرارة كوكب الأرض كل الأبحاث والدراسات التي أجريت في السنوات الماضية بتقول بالحرف الواحد إن بسبب الاحتباس الحراري درجة حرارة كوكب الأرض هترتفع لو ارتفعت خلال السنوات اللي جاية درجة واحدة فقط لغير معنى ذلك هتسيح جبال الجلد في المحيط القطب الشمالي والجنوبي النتيجة هيرتفع مستوى المياه في المحيطات والبحار في كوكب الأرض حوالي من 7 ل 8 أمطار كاملة 7-8 متر زيادة في المية هتعمل خلل وضمار غير عادي غرق كل الشواطئ المطلة على البحار والمحيطات ديت ثانياً ارتفاع درجة حرارة الأرض هيعمل على ما هو ذكر سابقاً في بداية الحلقة اللي عمل الخلل ده كله الدول الصناعية الكبرى أمريكا، روسيا، الصين، دول أوروبا يبقى الدول ديت المفترض جدلاً هي اللي تساهم في تنفيذ الأبحاث والدراسات اللي طرحها العالم الهولندي ده إذا سبت جديتها قلب الحرف الواحد النسينا بسبب طبيعتها وبسبب النباتات التي تنمو فيها وإنك أنت ما تقدرش تزرع النباتات ديت في مناطق أخرى غير سيناء هذه النباتات تزبط التوازن كله وتخفض درجة الحرارة لو إن المسألة دية تتعاملت أعتقد أن الدنيا هيتم إنقاذها بشكل كبير جداً وهيرجع كوكب الأرض السابق عهده من هنا لحد ما تقتنع الدول الكبرى أنه لابد من التحرك فربنا يسطرها والنتيجة ما تكونش كارسة مهندس هولندي يراهن على سيناء في إنقاذ البشرية كيف؟ طبعاً الراجل أجرى الأبحاث والدراسات بتاعته لكن الإشكالية هنا أن على الرغم من التمايز اللي موجود في قلب الدولة المصرية زي اللي هو موجود في شي بجزيرة سيناء لكن إحنا ما عندناش ماكينة إعلام قوية النتيجة أنك إنت ممكن تكتشف أن ما بين إيديك كنوز طبيعية ورغم ذلك أنت ما بتروجش ليها طب ما هو المانع أن يتم استثمرها؟ على الأقل نستثمر أجزاء في سيناء كأعشاب طبية خاصة وأن هذه المنطقة أساساً زاخرة بنوع من الأعشاب الطبيعية اللي بدأت أوروبا تستخدمها كطب بديل من الطب الكيماوي المتعارف عليه سبت بالدليل القاطع أن طب الأعشاب بدأ يتم تداوله في الكثير من الدول المتقدمة إحنا عندنا في سيناء ناطق تقدر تزرع فيها الأعشاب ديت وما تقدرش تزرعها في أماكن أخرى كوكب الأرض طب ما هو المانع أننا نبدأ في مثل هذه المناطق؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر